هو أنه يجب أن هناك الكثير من المحلات ومثل من المحلات المحلات وأنه يجب أن يكون هناك الكثير من المحلات لذلك يجب أن يجب أن يكون هناك موضوعات الهدف من هذا اليوم هو إعطاء المشاركين الخبرة الهولندية في تدبير المياه كما تعرفون أنه هولندا هي دولة توجد تحت مستوى مياه البحر وكذلك خلال الزمن هذا البلد الذي هو هولندا يمكن أن يتجاوز العديد من التحديات في نطاق تدبير المياه ومن أهمها هو مكافحة الفيضانات في إقامة السفر الهولندا نشاركو هذا الاختبار ومن أهم من المشاركين في اليوم كما تتجاوز العديد من الأنم العدد من نجد المستخدمات نقطعه بحراء في الصخباح بحراء طبعه على مددارك نجد المستخدمي للمساعدة الزبور هناك بالتعافات لنهاء يجب ان يجب أن نجد نجد النجاعد ان تطبيق بعض الناس تخصدساته في المدد لكي يمكننا تتعب بالكبير على سبيل المعارضة على المعارضة على المعارضة. هذا هو مقرد جديد من المعارضة على المعارضة. هناك أخرى تأثيراً تحديد من المعارضة على المعارضة. لتكون لكي أفضل لكي تتوانمي للغاية لأن يتواني لكي تشغل الشيطة ويجعل أشهر أكثر من أسلحة لكي تتترك والمقاربين اليوم ما جينا باش نتعلمو اللي بون بخاتيك ولا السياسة اللي كتعتمدها هو اللي انضاف في تدبير المياه وشنو قدروحنا كموشة مدني نعاونو زعم المغرب في هاد الاطار هذا خصوصا انه كين حاليا واحد الازمة ديال المياه وكين انتظاهرات في عدة مناطق من الدولة المغربية اللي كين نشدوه وكين نظلو باش ان المغرب يكون عنده سياسة ديال تدبير المياه بطريقة احسن ويستفدو الناس من المياه ناقية وكتوصلهم اه حتى التورو اليوم ما جينا ضيوف عند هولندا باش نتحدوه لواحد تيما اللي هي مهمة واللي هولندا عنده واحد الخبرة طويلة فيها بحكم انها كيف ما غنقوله واحد البلاد ديال المياه واتعني تغموها المياه من جميع الجهات جينا اليوم باش نعرفوا التجربة ديالهم والخبرة ديم كيف استطعوا يضبروا هاد التروة المائية وكيفاش تستطعوا انهم نوع المي يتحكموا فيها بحكم ان المغرب ايضا معروف بالتروات المائية ديال وحنا كفاعلين جمعويين جمعوين جينا نستفدوا من هذه التجربة ونأخذوا أكبر الحلول اللي يجوا بها وعلش لا بغنا نتبن نواهنا في المغرب